يعني جهود حثيثة للتحول اللي بتشهده مصر خلال السنوات الأخيرة نحو الطاقة الجديدة والمتجددة في أمل نحن نصل إلى حوالي 40 أو 42 في المية من اعتمادنا مثلا من الطاقة الكهربائية على الطاقة المتجددة والنظيفة أبرز ما تم في هذا الملف من رؤية حضرتك إيه؟ والله في محاور متعددة لهذا الملف يمكن أولها هو أنك خلقت بيئة جاذبة الاستثمار صحيح وبيئة جاذبة الاستثمار الأجنبي والوطني والعربي المباشر والغير مباشر والحقيقة أنا في رأيي ندام من أهم المنجزات في هذا القطاع وخلق بيئة موادية الاستثمار بنتكلم هنا على محاور متعددة أولا بنتكلم على التزام من الدولة بيتمثل في أن أعلى وثائقها الحاكمة اللي هو الدستور المصري بيقول أن مصر بيطبع مكون زي الطاقة المتجددة بمن عناصر مزيج الطاقة الخاصة بي البعد الآخر أن ترجمت هذه الوثيقة الحاكمة إلى عدد من القوانين والتشريعات واللوائح اللي سمحت بالتوسع في المجال وبالتالي لما بقى عندك قواعد تنظيمية وبقى عندك لوائح وبقى عندك قوانين بتقول أن القطاع الخاص يحقي به العمل في هذا السياق أصبح لديك بداية تستطيع الانطلاق منه وواكب ده أن ابتدت الدولة تشتغل مثلا على ملاقات زي تخصيص أراضي لمشروعات الرياح فلاقينا مساحات شاسعة تصل إلى حدود حاليا 30 ألف كيلو متر مربع هذه المساحات مخصصة للإستثمار للإستثمار للطاقات المتجددة طيب إيه تاني غير أننا خصصت أراضي غير أننا عملت قوانين وتشريعات عملت آليات تنفيذية فالآليات التنفيذية دي سمحت مثلا في مشروع زي بنبان أننا نعطي السعر الجاذب للمستثمارين ويقبلوا أكثر من 34 تجمع استثماري كونسورتيوم قدروا يخشوا في هذا المشروع وبقى عندنا واحد من أنجح المشروعات في العالم وإنشار لي بالبنان وخد جواية اللي احنا عطيين مشروع محطة التخشل فيها الكبرى عندنا كي بنبان وكن ده أنك بتتوسع أيضا في مرات طاقة الرياح وبتطرح مشروعات كبيرة في مجال طاقة الرياح غير مسبوقة ونشاهد أن رأس الدولة فخامة رئيس الجمهورية مثلا في أحد لقاءاته يتكلم عن أننا هنفتح ارتفاعات التلبينات للمستثمرين عشان يقدروا يحصلوا على طاقة أعلى ويضخوا طاقة متجددة أكثر للشبكة رأس الدولة يفكر في هذا العمل يعني دي حاجة جديدة على دول المنطقة وإحنا بصبتنا مركز دخلين الجنز والدول العربية كافة دي حاجة أن قيادة الدولة تعلن الحزامها بحاجة الشكل ومتابعة لهذه التفاصيل وده بيمعكس طبعا على قطاع الكهرباء بشكل مدير دكتور مغد